الإمارات تنهي آخر ارتباط للسلطة الشرعية بالقوات المرابطة في الساحل الغربي للبلاد بعد أيام من الإعلان عن انسحاب مقرر لقواتها من اليمن جاء ذلك في الخطوة التي قضت بتوحيد الخليط من القوات التي أنشئت بدعم من أبو ظبي للقتال في الساحل الغربي في كيان واحد وتحت قيادة واحدة خارج وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الخطوة التي كشف عنها العميد طارق محمد عبدالله صالح مثلت تطورا جديدا في مسار الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية على وقع الانسحاب الأحادي المثير للجدل الذي أعلنت عنه الإمارات مؤخرا من ساحة القتال في اليمن الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاحة دبيش أوضاحة من جهاته بأن هذه الخطوة اتخذت بعد اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية بين أطياف قوة المقاومة الثلاثة المرابطة في الساحل الغربي قبل أن تتفق على أن تكون هذه القوى موحدة وتتبع غرفة عمليات مرتبطة بالتحالف وتحدثت دبيش عن تكوين ما أسماه هيئة استشارية تضم نخبة من الألوية لتوحيد الرؤى والخطط ماليا وعسكريا وإداريا لهذه القوات التي تشمل ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العمي الطارق وألوية المقاومة التهامية وألوية العمالقة التي توزع أولاء قياداتها خلال الفترة الماضية بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بالانفصال مراقبون تساءلوا عن الجديد في خطوة كهذه خصوصا أن هذه القوات عملت تحت قيادة إماراتية واحدة في المعارك التي توقفت منتصف العمل منصرم على مشارف مدينة الحديدة وتساءلوا أيضا عن دلالة الإعلان عن هذه الخطوة وتزامنها مع قرار الانسحاب الإماراتي الجواب أتى من وزير الدولة في الحكومة الشرعية عبدالرب صالح السلام الذي اعتبر في منشور الله على صفحته في الفيسبوك هذا الإجراء بأنه مشكلة أخرى كبيرة قد تؤدي إذا لم تعالج بسرعة وبمسؤولية مشتركة من قيادة التحالف العربي مع القيادة الشرعية اليمنية إلى شرعا الظاهرة الجيوش الموازية وهي ظاهرة على حد قوله لا تقل خطورة عن ظاهرة الميليشيات التي يراد تفكيكها الوزير السلام أكد أن اليمنيين يستطعون مع من أسمهم الأشقاء في التحالف العربي إيجاد حل لهذه المشكلة إذا توفرت الإرادات السياسية صادقة لأن مصلحة اليمن ومصلحة الإقليم والعالم لن تتحقق إلا باستقرار مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية وفي مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة